فيه تونر حنعمله للشعر احنا فيه ناس بتيجي تقولي شعري بيقع متأصف فراغات بتبقى بتكتر قولي هنا في الحتة تاعت القورة والكلام والناس ممكن يبقى عندها قردي صلع وراسي فبدت الدنيا تبقى مش ألطف حاجة لا تغيير الفصول كمان للشعر بيقع بطريقة طيب عندنا حاجة حنعملها وحتحطيها في بخاخة اهي انا برضو عاملاها النهاردة المعمول جاهز تمام اه معمولة جاهز كل اللي حتعمليه انك حتبخي في الفراغات وتدعاكي ولا بيزيت ولا بيعمل اي حاجة ده مجرد ميا طيب احنا عايزين نعرف البخاخة دي فيها ايه بقى بصي بقى ليها كمية حاجات محترمة بصي اول حاجة الزعفران تمام الزعفران طبعا انا جايبها عشان الناس تشوفوا لانا انا عاملة كله ده في البيت وقردي حطاق قردي هنا علشان ده لازم يتغل الزعفران تمام ده موجود عند العطار وسهل جدا ان احنا نشتريه تمام يبقى الناس تكتب معي الزعفران تمام وبعد كده الزعطر تمام اهم زعفران وزعطر تمام كل ده هيتحط في ايه في كانكة كبيرة او في حاجة او في حالة صغننة كل ده هيتغلي يبقى هنحط الزعفران والزعطر وحنحط كمان معانا الحلبة الحلبة البني العادية خالص الحلبة العادية برضو اللي هي بتبقى بحاصة بالزبط كده طيب كل ده هيتحط فين هيتحط فيك الماء معينة مثلا معلقة كبيرة او معلقة صغير معلقة معلقة التونر ده انت ممكن كل شوية تعمليه كل ما يخلص تعمليه تاني يعني ما بيعودش شهر طبعا في التلاجة اريد انت تستخدميه صبح وصبح و بالليل فاورادي هيخلص معيك انت بقى ممكن تعمليه بخاخة بس برضو يتحط في التلاجة طيب بعد بقى ما بتدي ارش مثلا على فروة الراس احنا هنصف الكلام ده كله وهنحطه في بخاخة هنرش بقى هتقسمي شعرك وهتبقي في الحيطة الفراغ اللي هنا تمام في ناس عندها فراغ هنا في ناس عندها فراغ هنا في جوه الناس عندها فراغ من جوه شعرها نفسه هتدعاكي بقى هتدعاكي بقى بقى حركة اللي هي الدائرية حفيفة خالص بلاش الجامل ده لأ ما هيعمل ايه همش عايزين ننحل شعرنا اكتر ما هو بس يعني هتعملي كده كإني بحرك الجلد نفسه بتاع الراس نفسه علشان كل الحاجات دي تخش جوه الشعر فتدي افاكت طب ده بيعمل ايه بقى بس يا سيتي ده بيمنع التساقط تمام بيخليش عندك لو الناس اللي عندهم قشرة بيمنع القشرة في الشتاء ان الشتاء دايما القشرة عندنا مش طبعاش صديقة القشرة بالضبط كده بزيت البشارات الدهنية يعني لو عندها جلد دهني تلاقي القشرة دي على طول موجودة ومضيقاها صحيح فده كويس جدا لها تمام بيمنع التساقط وبيملى الفراغات بس ما تتوقعيش ان هو يعمله من اول مفيش حاجة بتحصل فقب اه من اول شهر لو جبت حاجة من الصيدلية وغالية جدا مش هقل من ثلاث شهور فاحنا معنا من ثلاث شهور لست شهور على حسب الفراغات اللي في شعرك حجمها ايه طب ده هيعمل فراغات بس ولا هيطول كمان بصي ما هو انت بتبنعي التساقط فحيتول ويتقل فحينبت فهمة قصدي يعني هو تساقط ده مشكلة وبعدين بينشف شوية بوصيلة الشعر النعمة هي الليه يا جماعة الشعر بيقع عشان اول حاجة هو مش مترتب كويس تمام فناشف ومتقصف فاول ما تعمليه بمشتة وفرشة تلاقيه كله بيقع تمام بس البيبي هير اللي بيطلع السوغنن ده بيطلع ناعم بيطلع ناعم احنا محتاجين نتزيله شوية نشفان علشان البوصيلة نفسها تنشف فالشعر ما يقعش يعني ممكن السيروم ده اللي احنا عاملينه ممكن ينشف معايا شوية البيبي هير والفراغ بالزبط والفراغات اللي موجودة دي البوصيلات نفسها مش متغزيفة ما بتطلعش شعر فاحنا محتاجين ننشفها شوية بحيث نيتمسك نفسها اشتركوا في القناة